الحمد لله الذي تقدَّست عن الأشباه ذاته وتنزَّهَت عن سمات الحدوث صفاته ودلَّت على وجوده وقدرته مخلوقاته سبحانه من إلهٍ تحيَّرَت العقول في بديع حتمته وخضعت الألباب لرفيع عظمته وذلَّت الجبابرة لعظيم عزَّته سبحانه وتعالى يُعطي ويمنع ويوصل ويقطع ويخفض ويرفع لا مانع لما يُعطي ولا معطي لما يمنع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم صلِّي وسلِّم على من منه انشقَّت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزَّلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله صلى الله عليه وسلم تضاءلَت الفهوم فلم يُدرِكه منا سابقٌ ولا لاحق اللهم ألحقنا بنسبه وحقِّقنا بحسبه وعرِّفنا إياه معرفةً نسلمُ بها من موارد الجهل ونكرعُ بها من موارد الفضل وقزِف بنا على الباطل فندمغه وبعنه فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستجابة لأمر الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ثم بيَّن الحكمة والفائدة والسمر إذا دعاكم لما يُحييكم فإذا أردت الحياة الحقيقية وإذا أردت أن تحيى فعليك بسرعة الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يستجب فلا حياة له أو من كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس كمن مسله في الظلمات ليس بخارج منها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي نحو بيت المقدس كانت قبلتنا هذه ناحية بيت المقدس لم تكن في بداية الأمر إلى الكعبة المشرفة ظلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الحال ستة عشر شهرًا أو أكثر إلى أن جاءه الأمر من الله أن تكون قبلته الكعبة المشرفة وذلك لأن الله سبحانه وتعالى علم أنه يحبُّ ذلك قال قد نرى تقلُّب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا وَلَمْ يَقُلْ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً نَرْضَاهَا وَلَكِنْ تَرْضَاهَا أَنتَ أَمَّا فِي الْآخِرَةَ فَقَدْ وَعَدَهُ رَبُّهُ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاهَا وَلَنْ يَرْضَى رَسُولُ اللهُ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِهِ فِي النَّارِ فَهَنِيئًا لَنَا بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُمَّ ارزُّخْنَا شَفَاعَتَهُ وَاسْخِنَا بِيَدِهِ الشَّرِيفَةَ شَرْبَةً لَا نَظْمَأُوا بَعْدَهَا أَبَدَا الآن لما جاء الأمر للصحابة وهم في صلاة الصبح بالتوجه إلى الكعبة المشرفة أداروا أجسامهم ووجوههم من الاتجاه إلى بيت المقدس فأداروا وجوههم إلى الكعبة المشرفة وقد جاءهم الأمر في صلاة الصبح سرعة الاستجابة لأمر الله ولرسوله لكن وقف المسلمون موقفاً من تحويل القبلة ووقف المشركون موقفاً ووقف المنافقون موقفاً ووقف اليهود موقفاً هذا أمر من الله لكن هذا الأمر فيه اختبار لا تشتهد إذا أمرك الله بل عليك بالتسليم وإن لم تجد الحكمة في الصيام أو في الصلاة فسلم فهذا أمر تعبُدي أي أمرك الله أن تصلي أمرك الله بالصيام لا تقل لماذا أمرنا ربنا ولكن قل بماذا أمرنا ربنا واستجب أمر الله قال المسلمون سمعنا وأطعنا وقال المنافقون ما يدري محمد أين توجه فمرة يتوجه إلى بيت المقدس ومرة يتوجه إلى الكعبة المشرفة فإن كان في أول الأمر على خطأ فهو الآن على صواب وإذا كان الآن على خطأ فقد كان على صواب في الماضي وفي كلتا الحالتين لن نتبع رجلاً كهذا لا يدري كيف يتوجه هكذا قال المنافقون أما المسلمون قالوا سمعنا وأطعنا وماذا قال اليهود لكل واحد مقالة قالوا لقد خالف قبلة الأنبياء وقبلة الأنبياء كانت نحو بيت المقدس وهم يتهمون رسول الله أنه خرج على منهج الأنبياء وماذا قال المشركون أهل مكة قالوا إن محمدًا رجع إلى قبلتنا أي الكعبة وكانت محاطة بالأصنان في ذلك الوقت وسيرجع محمد إلى ديننا أي إلى عبادة الأصنان فكل قوم كانت لهم مقالة لذلك عبر القرآن في سورة البقرة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها الذي أمر هو من؟ الله والجهات لمن؟ لله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ثم بيَّن لنا أننا أمة وسط وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها هنا جاء الاختبار هنا جاءت الفتنة والمحنة فالله يختبرك حتى في الأوامر الله يختبرك حتى في القرآن يُضِلُّ به كثيراً ويهدي به كثيراً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم نحو بيت المقدس لأنهم قالوا إن الصلاة التي صلىها المسلمون نحو بيت المقدس لن تُقبل ولن تنفعهم فردَّ الله عليهم وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع صلاتكم نحو بيت المقدس وإن الله بالناس لرؤوف الرحيم فانتبه لما أنت فيه من أمرٍ من الله فقد تُختبر في فكرك وفي عقيدتك وفي إيمانك وفيما أمرك ربك وفيما نهاك عنه ولكن عليك بالتسليم يحكي الإمام الغزالي عن أبي إسحاق الإسفرايين يقول ظللت سلاسين سنة أطلب من الله التوبة النصوح الإمام أبو إسحاق الإسفرايين سلاسين سنة يطلب من الله أن يرزقه التوبة النصوح يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح يقول فقلت في نفسي مرة أنا على تلك الحالة سلاسين سنة أطلب من الله التوبة النصوح أما آن الأوان أن يستجيب الله لي يقول فنام فسمع هاتفا يقول له يا أبا إسحاق أتدري ما سألت الله لقد سألت الله محبة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أهذه حاجة هيّنة سهلة لقد سألت الله أن يحبك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ولذلك هذه الطاعة الله حملها بالمشقة قيامك لصلاة الفج في وقت البرودة يحتاج منك إلى جهاد أنت تتحمل مشقة الصيام تتحمل مشقة الجوع والعطش العبادة حملها ربنا بالمشقة ثم تستمر تلك المشقة مع الإنسان حتى يزوق حلاوة الإيمان فإن زاق الإنسان حلاوة الإيمان وطعم الإيمان كانت المشقة عليه لزة وكانت سهلة ويسيرة فأصبح لا يتألم من تلك المشقة فكان حبيبكم صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تورمت قدمه ما الذي دعاه إلى ذلك أنه تزوق حلاوة الطاعة يا بلال أرحنا بالصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة ولن تزوق طعم الإيمان إلا إذا حققت الشرط وما هو الشرط قال صلى الله عليه وسلم رضي بالله رب زاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن تسلم لأمر الله أن ترضى بما قسم الله لك أن ترضى بما أمرك الله به وبما أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم به أن تقتنع وأن تلتزم عن قناعة وعن اعتقاد وعن رضا وعن تسليم زاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كان إبراهيم بن أدهم من أبناء الملوك وكان يعيش حياة مرفهة فكان يركب الخيل في مرة فسمع هاتفا يقول له يا إبراهيم إنك ما خلقت للعب فترك الرفاهية وترك النعيم وترك المتاع وزهد في الدنيا وكان يقول في دعائه اللهم انقلني من زل المعصية إلى عز طاعتك فالعز كله في طاعة الله والرفعة كلها أن تكون عبدا لله كفاني فخرا أن تكون لي ربا وكفاني شرفا أن أكون لك عبدا من كان يريد العزة فلله العزة ولرسوله فلله العزة جميعا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون العزة في طاعتك لربك الصاع الطاعة الطاعة تُحدي صضياءً في الوجه ونورًا في القلب ومحبَّةً في قلوب الناس والمعصية شؤمٌ على فاعلها وصاحبها سلَّمنا الله وإياكم من المعاصي والزنوب والآثام ووفَّقنا لما يحبه ويرضى توبوا إلى الله واستغفروا الحمد لله وكفى وسلامٌ على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وبعا نحن مقبلون على ليلةٍ عظيمة ليلةٍ نصف من شعبان وأدعوكم وأدعو نفسي أن نتجهَّز لتلك الليلة العظيمة المباركة تلك الليلة التي يطلع الله فيها إلى قلوب الناس فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحٍ مشركٌ بالله أو بينه وبين أخيه مشاحنة وخصام وكراهية فطحروا قلوبكم من الأحقاد والبغضاء والكراهية اجعلوها صافية فإذا ما نظر الله إلى قلوبنا غفر لنا جميعًا وتلك فرصةٌ لن تعوَّض يطلع الله إلى جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشركٍ أو مشاحٍ قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا شرط ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا ألا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم لماذا أفشوا السلام لأن السلام معناه أنك إنسانٌ مسالم معناه أنك لست بمتكبر معناه أنك لا تحمل مكيدةً للناس وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا وَأَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَكُمْ حَقَّقَ لَكُمْ ذَلِكَ أطلُبُوا من الله العون والمدد إياك نعبد وإياك نستعين نسأل الله سبحانه أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحومة وتفرُّقنا من بعده تفرُّقاً معصومة لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومة إشف مرضانا ومرضى الناس أجمعين ارحم موتانا أجمعين فرِّج يا ربنا كرب المكروبين اخض حوائجنا وحوائج الناس أجمعين احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين اللهم ارزقنا المغفرة والرحمة والرضوان في ليلة النصف من شعبان عباد الله إن الله أمر بأمر وبدأ فيه بنفسه فقال إن الله وملائكته يُصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما وأقِم الصلاة